الله اكتب الله أشهد أن مولانا أمير المؤمنين علي ولي الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فاعلم أنه لا إله إلا الله صدق الله العلي العظيم ينقل ولا أعرف مدى صحة هذا الناقل أن رسولا من الرسل ولعله كان إبراهيم عليه وعلى النبي وعلى الله الصلاة والسلام سمع أن شخصا يقول لا إله إلا الله فقال ذلك الرسول من هذا الذي يذكر ربي لو وجدته لأعطيته نصف أموالي إن صح هذا الناقل أتساءل في هذا اليوم إذا شخص قال لا إله إلا الله يستحق أن يعطى له نصف مال شخص كلا لماذا كلمة التوحيد تغيرت ما تغيرت معنى هذه الكلمة تغير ما تغير معنى هذه الكلمة الشريفة لماذا ذاك كان يستحق أن يعطى له نصف المال وهذا لا يستحق نقلت لكم قبل أسابيع قضية عبد الله بن أبي عفور هذه الشخصية الجليلة العظيمة من خيرة أصحاب الإمام أبي عبد الله الصادق صلوات الله وسلامه عليه وله مكان جدا سامية عند أهل البيت عليهم الصلاة والسلام قال للإمام الصادق عليه الصلاة والسلام سيدي والله لو فلقت رمانة بنصفين وقلت هذا حرام وهذا حلال لشهدت أن الذي قلت حلال حلال والذي قلت حرام حرام اللهم صل على الحرام فقال عليه الصلاة والسلام له رحمك الله رحمك الله قالها مرتين الآن لو أن شخصا قال هذه الكلمة ليس شخصاً أصلاً كل الشيعة تقريباً يقولون هذه الكلمة هذه جزء عقيدتنا لو أن شخصاً قال هذه الكلمة وكل الشيعة يقولون هذه الكلمة اليوم هل يكون لهم مقام عبد الله بن أبي يعفور كلا وألف كلا ما الفرق الكلمة نفسه الكلمة المضمون نفسه المضمون لماذا ذاك بهذه الكلمة يرتقي مستوى راقياً جداً وأنا لا أرتقي بهذه الكلمة الكلمة نفسه الكلمة الكلمة تغيرت ما تغيرت ما الذي تغير الفرق أن في عصور الأنبياء الضلال الانحراف الانحطاط في مجال العقيدة كان إلى أبعد الحدود في ذلك الزمن شخص يخرج يقول لا إله إلا الله يتبين أن هذا الشخص جداً عظيم أنه تمكن أن يخرج من كل الأجواء السيئة المنحطة والمنحرفة في مجال العقيدة ويتوصل إلى توحيد الله سبحانه وتعالى يتبين هذا الشخص أملاك في ذلك الزمن هذا المعنى كان لا يتوصل إليه إلا العظماء فهذا الذي قال لا إله إلا الله إن صح هذا الناقل عن ذلك النبي أو الرسول ذلك النبي أو الرسول عرف أن هذا الشخص شخصية جداً كبيرة في هذه الأجواء المنحرفة يقول لا إله إلا الله يقول كلمة التوحيد هذه الكلمة اليوم أصبحت من البديهيات عندنا اليوم لا تبين هذه الكلمة عن مستوى راقي جداً في العقيدة بديهي هذا التوحيد بالنسبة إلينا بديهي أطفالنا يعرفونه الكلمة ما تغيرت الظرف تغير في ذلك الظرف هذه الكلمة كانت تدل على عبقرية استثنائية تجعل الشخص يستحق أن يعطى له نصف ماله نصف ماله شخص آخر يعني اليوم الكلمة لا تدل على عبقرية استثنائية لأنها كلمة بديهية واضحة جلية وضوح الشمس في رابعة النار قضية عبد الله بن أبي يعفور في ذلك الزمن الذي عامة المؤمنين ما كانوا يعرفون أبده أو ضح مقامات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام عبد الله بن أبي يعفور توصل إلى هذا المعنى معنى ذلك أن عبد الله بن أبي يعفور شخصية استثنائية عبقري عملاق تمكن أن يتوصل إلى معنى عامة المؤمنين ما كانوا يفهمون هذا المعنى هذه الكلمة اليوم عندنا من البديهيات أطفالنا يعرفونها المعصوم إذا قال شيء حلال حلال شيء حرام حرام بديهي هذا هذا بالنسبة إلينا بديهي هذه الكلمة اليوم لا تكشف عن عبقرية من الأمور الواضحة الجلية لنأتي إلى مثال مادي أحيانا الأمثال المادية توضح وإن كان كلامنا عن المعنويات الذي اكتشف الكهرباء العالم المادي العالم العلمي المادي يعظمه أي ما تعظيم مع أنه كان لا يعرف عن الكهرباء بمقدار أطفالنا اليوم أطفالنا اليوم يعرفون عن الكهرباء أكثر من ذاك الشخص الذي اكتشف الكهرباء ذاك الشخص الذي اكتشف الكهرباء ما كان يعرف أن الكهرباء لا تنتقل إلا بموجب وسالب هذه المعلومة البديهية عندنا اليوم هذا المعلومة ما كان يعرفه معلوماتنا نحن عامة البشر لعلي أقول تقريبا كل البشر معلوماتنا اليوم أكثر من معلوماته ليس ضعفا وضعفين أضعاف أضعاف فلماذا يعظم ذلك الشخص علميا ماديا لماذا يعظم لأنه تمكن أن يفهم الكهرباء هذه القوة في زمن عامة الناس تقريبا كل الناس ما كانوا يفهمون هذا المعلومة فإذا فهمه يدل على عبقريته في مجاله في المجال العلم المادي يعظم لأن هذه المعلومة التي هي عندنا من أبده البديهيات أصلا شيء جدا واضح أطفال صغار يعرفون الكهرباء طفل عمره خمس سنوات يفهم الكهرباء أحسن منه هذه المعلومة اليوم عندنا بديهية في ذلك الزمن ما كانت بديهية ولذا يعظم لا أقول يعظم معنويا يعظم ماديا في المجال العلم المادي لأن ما توصل إليه كان يكشف عن عبقريه عن عظمة علمية في الأمور المعنوية نفس المعادلة موجودة الآن أنت إذا جعلت مقياسا في العلوم الدينية في العديد من العلوم الدينية لا أقول في كلها في العديد من العلوم الدينية إذا جعلت مقياسا بين علمائنا بهذه العلوم في هذا الزمن وعلمائنا قبل ألف سنة أصلا لا مقارنة بينهم علماؤنا في الفقه فقهاؤنا اليوم معلوماتهم الفقهية أضعاف لعلي أقول عشرات الأضعاف بالنسبة للفقهاء قبل ألف سنة بالنسبة للفقهاء الكبار بالنسبة للعظماء من الفقهاء قبل ألف سنة الأمور تتطور طبيعي معلوماتهم أكثر من أولئك بكثير وأداق ليست فقط كمية حتى الكيفية دقة فقه في هذا الزمن مقارنة إلى فقه قبل ألف سنة أصلاً لا مقارنة دقته اليوم أضعاف أضعاف دقة أولئك الفقهاء الذين كانوا في ذلك الزمن مع ذلك نحن نعظمهم أولئك لماذا نعظمهم؟ لأنهم في عصورهم كانوا عظماء في حجم زمنهم كانوا عظماء طبعاً الشيء يتطور عندما يتطور بعض الأمور غير الواضحة تصبح بديهية أصلاً ما الذي أريد أن أقول؟ أريد أن أقول لا نقس أنفسنا بالسابقين في مجال المعرفة أولئك الأظماء كانوا في هذه الدرجة من المعرفة أنا أيضاً أبقى في هذه الدرجة من المعرفة هذا معناه التخلف أولئك في زمنهم كانوا أظماء ولكن في هذا الزمن بعد مرور مئات السنوات أنا أبقى في نفس المستوى المعرفي هذا معناه أنني متخلف الأمور تتطور كيف لا تتطور العقيدة؟ لا تتطور يعني ماذا؟ يعني يتغير الشيء؟ لا يكتشف شيء ما كان قد اكتشف من قبل في مجال العقيدة كيف نكتشف؟ لا طريق إلا طريق واحد التركيز العلمي الصحيح أؤكد التركيز العلمي الصحيح في النصوص الشريفة الآيات القرآنية والأحاديث الشريفة لا يوجد طريق أخر خلاص مجال العقيدة لا مجالة للطرق أخرى للتوصل للأسف إنسان أحياناً يسمع أنه البعض ينهج مناهج ثانية باعتبار أنها مناهج علمية فلتكون مناهج علمية علمية في مجال ثاني هذه المناهج العلمية لا تتوصل إلى عقيدة بالتركيز العلمي الصحيح في النصوص الشريفة يكتشف الإنسان أموراً جديدة ما كان يعرفها السابقون أبقى في نفس المستوى هذا تخلف في مستوى عظماء ذلك الزمن هذا تخلف معناه أنني توقفت العقيدة لا مجالة لاكتشاف شيء فيها المجال واسع لم نكتشف في مجال العقيدة لا أعلم ماذا أقول أقول واحد بالمليار لا نعرف شيئاً نحن عن الله عز وجل لا نعرف شيئاً عن أولياء الله لا نعرف شيئاً عن رسول الله لا نعرف شيئاً عن أهل البيت صلوات الله عليهما أجمعي هذا جانب جانب آخر هذا الجانب الثاني أشرته إليه سابقاً هناك خلط يحصل بين المعلومة والمعرفة بعض الأشياء نعلمها ولكنها ليست معرفة بعض الأشياء ندركها إدراكاً علمياً ولكن لا نلمسها لمساً عملياً ممكن نعم ممكن لا أشهد من هذا ممكن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتَهَا أَنْفُسُهُمْ الكلمة عجيبة جداً الله عز وجل ما قال تيقنتها أنفسهم غير الكلمة إلى استيقنتها لعل المستفاد من هذا التغيير استعمال كلمة استيقنة يقولون زيادة المباني تدل على زيادة المعاني لعل معنى هذا التغيير الله عز وجل استخدم كلمة استيقنتها أنهم كانوا بدرجة عالية من اليقين يعني مئة بالمئة حسب تعبير الناس الدارج ألف بالمئة يعلمون أن الله عز وجل واحد يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله ورسول من قبل الله يعرفون إمامة أمير المؤمنين يعرفون كل شيء طبعا الآية عن الأمم السابقة ولكن حتى في هذه الأمم لا فرق استيقنتها أنفسهم مع ذلك جحدوا ممكن نعم ممكن ممكن الشخص يكون عالما بشيء يعلم الشيء وينكر ذلك الشيء نعم آية قرآنية وهذا واقع الذين كانوا يقاتلون للنبي صلى الله عليه وآله كانوا لا يعرفون رسول الله كانوا يعرفون رسول الله حق المعرفة لا أقول معرفة علم الذين قاتلوا أمير المؤمنين صلى الله عليه ما كانوا يعرفون من هو أمير المؤمنين الذين قاتلوا الصديقة الكبرى ما كانوا يعرفون من هي الذين قاتلوا سيد الشهداء صلى الله عليه وآله ما كانوا يعرفون من هو كانوا يعلمون مع ذلك كانوا ينكرون العلم بشيء هذا شيء الإذعان بذلك شيء شيء آخر نحن ولله الحمد نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى علينا لا نعاني من هذه المشكلة يعني الأمور التي نعلمها نذعن بها نقر بها ولكن عندنا نقص هذه المشكلة غير موجودة ولكن يوجد نقص نقصنا أن هذا العلم وهذا الاعتراف والإقرار والإذعان شيء سطحي لا يسري من الفهم إلى العمل لا يسري في دمائنا عمليا عندنا مشكلة أو نقص الذي عنده علم ومعرفة هذا غير الشخص الذي عنده علم بلا معرفة يعني بلا لمس شخص يعلم أنه يقال له وهو يعلم أن هذا القائل صادق يقال له أنه توجد نار عظيمة قريبة منك يعلم ربما هذا الشخص أصلا لا يهرب ربما يقف في مكانه أصلا ربما ينشغل بالأكل ولكن شخص آخر يعلم بوجود النار ولهيب النار تلفح وجهه كيف يهرب هذا الشخص كل قواه في جسمه تتركز في قدميه ويهرب أليس كذلك ما الفرق بينهما هذا يعلم وذاك يعلم هذا ذاك يعلم ولكنه لا يلمس يعلم وجود نار أم هذا يعلم ويلمس وجهه تحترق وجهه يحترق يلمس معلوماتنا نعلم أن الله عز وجل واحد نعلم أن محمدا صلى الله عليه وآله رسول الله اللهم أسأل على محمد نعلم أن بقية الله هو إمام زماننا نعلم أن كل الأمور مرتبطة به نعلم أن كل الدين مرتبط به نعلم أن كل الفيض عن طريقه نعلم ونعلم نلمس عندنا معرفة أم لا علم موجود معلومات موجودة هذه المعلومات تسري في دمائي أم لا المعلومات تتبدل إلى عمل متى ما رأيت أن زيادة معلوماتي ما أثرت في عملي يتبين أن عندي مشكلة في المعرفة لا أدرك في أيام الغدير ولله الحمد نشترك في الاحتفالات هذه الاحتفالات آثارها كبيرة جدا تزيدنا حبا على الأقل تزيدنا حبا لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا الحب في أي درجة يا أخي إن المحب لمن يحب لمطيع إذا تزاحم ما شيء يحبه صديقي مع حب لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام شيء يحبه صديقي لا يحبه إمامي أرجح أي الحب هنا هنا يتبين هنا يتبين أنني عندي معرفة تسري في دمي أم مجرد معلومات تقديم حب الإمام ما يحبه الإمام واضح بديه كمعلومة واضحة ولكن هذه المعلومة أين هي هنا ولا في كل كيان عندنا معلومات الحمد لله طبعا هذا بالفعل يشكر الله سبحانه وتعالى عليه نعرف مقامات أهل البيت خذ برك انتظر عندنا معلومات بمقامات أهل البيت يعني شيئا هذه معرفة لا أعلم أو معلومة المعلومة موجودة أهل البيت عليه الصلاة والسلام واسطة في كل الفير قل عنهم ما شئت ولن تبلغ استثنى مقام الألوهية قل عنهم ما شئت ولن تبلغ كما في الروايات الشريفة هذه نعرف نعرف أم نعلم معلومة موجودة نعلم نقول الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين ولا إمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام بالفعل نعمة عظمى هذه نعمة كبرى هذه كلمة يقولها الإنسان يخرجه من الانحراف إلى الإيمان عظيمة نعمة عظيمة عظيمة ولكن في أي مستوى أنا من هذه النعمة في المستويات العالية جدا كلا وألف كلا عن نفسي أتكلم لا بس أتساءل هذا السؤال إن شاء الله جواب هذا السؤال يكون إيجابي لا أقول أنا في المستويات العالية أم لا أقول أنا في مستوى مقبول من المعرفة ليس فقط المعلومات في مستوى مقبول أم لا ممكن أكون في مستوى مقبول ممكن أكون لا إن شاء الله الجواب إيجابي لا توقع أن أكون في مستوى عبد الله بن أبي عفور في زمنه ولكن على الأقل المستوى مقبول متى ما تغيرت أعمالي عندما ترتفع معلوماتي الدينية معنى ذلك أن هذه المعلومات معارف هذه معرفة ليست مجرد معلومات لأنها غيرت فيها حبي لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام متى يكون يزداد متى هذا الفهم لهذا الواقع التكويني العظيم الذي اسمه حب أهل البيت حب محمد وآل محمد صلى الله عليه هذا الذي له تأثير تكويني في الدنيا والآخرة متى أستوعب فهمي يكون فهما عميقا لا فهما سطحيا عندما عملي يتغير بسبب تغير هذه الدرجة من الحب عندما أحضر في مجالس أهل البيت عليهم الصلاة والسلام هذا المجلس يزيدني حبا لهم هذا الحب حب سطحي متى أعرف أنه زادني المجلس حبا عميقا عندما أعمالي تتغير إلى الأحسن بسبب هذا الحب لازلنا في أيام مباركة سعيدة عظيمة لازلنا في أجواء أفراح أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه أمامنا مناسبات عديدة في هذا الأسبوع المبارك نقول وبعمق نقول نرجو أن نقول هذه الكلمة يوما بعد يوم أعمق من قبل الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا وسيدنا أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام الحمد لله الذي جعل كمال دينه وتمام نعمته بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذه الولاية وأن يثبتنا على البراءة من أعدائهم وأن يزيدنا حبا لأهل البيت وبغضا لأعدائهم وأن يجعل هاتين النعمتين مستمرتين في نسلنا إلى يوم القيامة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل اللهم فرج مهدي آل محمد اشتركوا في القناة